ازايكم جميعا يا رب تكونوا بخير هل تتوقعوا ان النبات ده العشبة دي سكر طبيعي وسكر تحليته زي السكر الابيض بتاعنا واحسن كمان واقمن وافضل لما تجربوه هتتأكدوا من الكلام اللي بقوله ده النبات ده بتعامل منه اهم وافضل سكر دايت على مستوى العالم وهو سكر ستيفيا النبات ده جربته بكذا طريقة هتلاقي طرق كتير موجودة على النت لكن اغلب الطرق اللي بتتقال بالصراحة بتخلي طعمه يقلب بمرارة شوية فانا جربته بكل الطرق اللي اقدر عليها علشان اوصل للطعم اللي انا عايزاه اللي ما يغيرش خالص طعم المشروبات او طعم الاكلات اللي انا هجيفه فيها الكيك او كده علشان يحليها هقول لكم بقى الخلاصة من الاخر الطريقة اللي بتخلي طعمه ما يمررش فيه المشروبات وبالذات الشاي اللي طبعا ما بنحبش طعمه اتغير خالص عشان ما نكرفش منه ونرميه بس الاول عاوز اقول لكم على فوايد السكر ستيفيا اكبر فايدة من استخدام نبات الستيفيا في تحلية المشروبات هي انه مش بيسبب تسوس الاسنان نهائي عشان كده هو امن جدا بدرجة كبيرة وتعامل عليه تجارب كتير واختبارات اكدت فوايده في التحلية وفوايده للاسنان عموما نولسه وان هو مش بيعمل اي تسوس خالص في الاسنان زي السكر الابيض معلقة واحدة من ستيفيا بتعادل 3 معلق سكر ابيض يعني هو ده الاختيار الافضل وقت الدايت وبيزاعد جدا في اخصارة الوزن والتجارب اللي اتعاملت على الفران السمينة مع الوقت لقوا فعلا ان الفران وزنها بينقص بالفعل مفيد جدا لمرضى الضغط المرتفع ومرضى السكر اضراره بسيطة جنب فوايده وانه طبعا بما انه مناسب للضغط المرتفع اصحاب الضغط المرتفع هو غير مناسب لمرضى الضغط المنخفض وكمان بيتعارض مع بعض ادوية الضغط وادوية علاج الاورام علشان كده اي حد بياخد اي علاج لازم يستشير الدكتور بتاعه قبل ما ياخد سكر ستيفيا او نبات ستيفيا طريق التناوله بقى اللي انا هقولكم عليها انا افضل طريقة ان احنا ناخده كده يعني احنا ممكن نضيفه كده زي ما هو بالعشبة بتاعته او نتحنه وهو انا يعني جربته الافضل ان احنا نتحنه اهو ومعلقة واحدة من الستيفيا المطحونة دي على كوبية شاي او على اي مشروبات او اي حاجة فعلا يعني كفاية انها بتحليه اه طبعا بتقلبي كويس جدا علشان ما يدفوش الوش وتكون المياه مغلية اللي هتستخدميها في المشروبات علشان التحلية بتاعته تبان وبيدي فعلا تحلية هيلة وممتازة اه زي اللي احنا عايزين بالضبط من السكر الابيض ومنلاقيها بالسكر الابيض هي هتلاقيها هنا بس مع الفرق ان ده افيد وما بيتخنش خالص ومفيد جدا وطعم وفعلا رائع اه انا مكنتش لقيها اصلا العشبة دي ودورت عليها كتير ودايما يعني انصحكم لانتوا لو ما لقيتوهاش في عطارة حواليكم لو بتتعاملوا مع عطار معين قولولوا ان احنا عايزينها وهو هيجيبها لكم لان فيه عطارين مش يعني اغلب العطارة مش بيبيعوه كده فبتطري مسلا تروح لازهر ولا مناطق بعيدة علشان تجيبيه لكن انت لو طلبتي هيتجابلك اه وفنا قلت افيدكم وانصحكم بيه فيه فعلا انواع كتير سكر طبيعي احسن بكتير من السكر الابيض ومش ده بس مش الستيفيا بس فيه حاجات تانية وهقول لكم عليها وعلى استخداماتها تابعوني وما تنسوش تعملوا لايك وتشايروا الفيديو لاصحابكم وتفيدوا الناس اللي حواليكم اتمنى ان تكونوا استفدتم اشوفكم بخير باي باي اشتركوا في القناة